السلام عليكم ورحمة الله فكرة شفتها وعجبتني قلتني لها لكم هنعمل رز في الفرن بدون بقى تقليب وتعب واجع دماغي بس لازم يكون عندك كومبي او راشنال باشتغل في الفنادق بقى لي كم سنة وعندنا الفرنة دي واول مرة اشوفها هنا في النرويج في الشغل بقول لك مقيت مبهور ودي بتمشي مع الرز بلبن وبيعملوا بكل حاجة نقول باسم الله زي ما انتم شايفين كل ده الناس اللي اشتفات بتوع المطبخ عارفين ده شيفينج ديش او بيقولوا علي جاسترونومي او انسيرت بحط فيه كيلو ونص رز كيلو ونص رز انا بقيت مبهور لما الشباب معانا في الفندوق بيعملوه قلت لهم لازم اصوروه لان انا اشتغلت في شركة فيها راشنال واشتغلت في مصر كتير وملاقيتش مخلوق في الدنيا بيعمل كده اول حاجة بتحط حوالي 100 جرام زيت يعني كيلو ونص كيلو ونص رز ارب هجيب لكم نوع رز بس هو زي زي الرز بتعمص بحط عليه 100 جرام زيت حوالي زي ما انتم شايفين متى عشرة جرام ملح ولا خمسة جرام ملح حسب ما انتم بتحطوا تمام وفي تاني بيعملوه بيعملوه 100 جرام زبدة احسن يعني هنا هما بيعملوه بالزيت او الزبدة طبعا الزبدة بتدي الطعم احسن وبتحط اربعة لتر مية كيلو ونص رز رشة ملح 100 جرام زيت او زبدة اربعة لتر ماء فقط بس بتقال زي ما انتم شايف انا بقلبه كده هو واده كل كل اللي في الموضوع يعني انا بقالي كم سنة عشرين سنة شغال في فنادي خمس جمه اول مرة اشوف الموضوع ده اهو زي ما انتم شايفين في الفرن هنصبت الفرن الكمبي كمبي يعني بالبخار يعني اي فرن فيها بخار تقدر تسويه على كده مية خمسة عشرين درجة ماءوية مية في المية بخار لمدة تمانية وتلاتين دقيقة مية واحد وعشرين اي مية واحد وعشرين درجة ماءوية تمانية وتلاتين على البخار بس الموضوع بسيط بعد 38 دقيقة شايفين الرز ولا تقليب ولا سخن والمية سقعة يعني المية سقعة والرز سائع والزيت سائع حاجة في منتهى الجمال فعلا فعلا زي محمد عبدالسلام بيقول ليه تطعب اكتر اما ممكن تطعب قليل دي هدية لأي حد ما يعرفش التكنيك ده اجمل رز في 38 دقيقة بدون تقليب تحط في الفرنة وتنسى الفرنة تزمر بتطلع الشغل عالي ادعي لأبي وقوم بالرحمة لو عجبك الفيديو وشكرا لكم